موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله أموركم تكون باخر والأخير ولقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال اليوم إن شاء الله جيتكم بواحد الفيديو اللي زوين بزاف وكنوا متأكدين أنه وغادي يعجبكم خصوصا الأخوات اللي كيجيهم الطياف على غفلاء أو اللي كيجي وليدتهم من المدراسة وكيبغيوا أنهم يوجدوا لهم شي حاجة بسرعة اليوم إن شاء الله جيتكم بهذا الكيكا ديال المقلال فكتجي سريعة في تحضر ديالها كتجي خفيفة بحل قطم ونتمنى أنكم تجربوها لأنها نجحة 100% في الله معي دباش تعرفوا على المكونات ديال هاد الكيكا لأنها فيها بيضة وحدة ومكونات هي بسيطة وقليلة اقتصادية بالنسبة لها الكيكا ولكن كتجي في المدق ديالها رائعة بزاف فجربوها وان شاء الله غادي تردو عني الخبار لكم وانتغذية لها الفيديو وقبل ما اندوزون تعرفوا على المكونات فهنا يبغيت نوريكم واحد طرف من هاد الكيكا كيفاش كتجي خفيفة بزاف وكيف ما كتعرفوه بالنسبة الكيك باش كنعرف شو مح معنا فكيكونوا فيها دكتقوب في الداخل هكا كنعرفوه انه اسفنجي وما كيجيناش مع الجن من الداخل وكيف ما اذكرت لكم فهال الكيكا اقتصادية والسريعة في تحضر ديالها تقريبا للوقت اللي غادي نوجده في القهوة ديالنا او لائتي فكتوجد لنا هالكيكا وما كتحتاش اننا نخليوها مدة طويلة باش تبرد في تلاجعة نقدموها فكنقدموها في نفس الوقت اللي صوبناها وكيف ما كتلاحظو فمكوناتها غادي تلاحظوها ان شاء الله واحد شوية وتشوفوا معيك كيكا اول حاجة اختي تنايز لفا اللي غادي نخلط في هذا الكيكا لان انا ما عادش نستعمل الخلاط الكهربائي فقط الخلاط اليدوي درت انا يحبه وحده ديال البيض وضروري البنات تخرجوه من قبل بساعه تقريبا من تلاجه باش اكاكي نجحلكم الكيك ديالكم اضفت عليه نصف كاس ديال سكار سانيده فنحن ملاحظة بالنسبة لي انا غادي نزين هاد الكيك بالكاراميل وكيف ما كتعرفوه بالنسبة الكاراميل را كيكون حلو تكشير اجدرت نصف كاس ديال سكار سانيده اما انتم ايلا كنتم متأكدين انكم غادي نزينوا الكيك ديالكم بشي حاجة لنقصة حلاوة فضروري تضيروا كاس اللارب ديال السكار سانيده اضفت هنا يصاشية ديال السكار فانيلا فتقدروا تنسموا باي حاجة انتم ما كتبغيوها سواء كنتلقى هوا سريعة سدوابان او لا القشور ديال برتقال قشور ديال ليمون حامض فكيبقى لكم دائما الاختية مباشرة كنخلط الكل بالخلاط اليدوي كيف ما كتشفوه فما كيحتاج شاد الكيك بزاف ديال مجهود فقط كتخلطوا المكونات مع بعضياتهم حتى كينسجموه وكنضيف هنا يربع كاس ديال الزيت فبالنسبة المكونات ان شاء الله فغتلقوها مكتوبة في صندوق الوصف وبالنسبة الاخوات اللي ما كيعرفوش مين كين صندوق الوصف فقط كتكليكي او لا كتضغطوا على العنوان وكيخرج لكم صندوق الوصف غادي نضيف هنا ينص كاس ديال الحليب طبيصة ديال الملح وغادي نضيف هنا يه معلقة صغيرة ديال الخلك فيما اشتو بزاف ديال المرات في الكيك الي كان حط لكم كان نضيف فيهم ضروري معلقة صغيرة ديال الخلك يعطيهم واحد الخفه وكينجحلين الكيك مية في المية اما بنسبة الكيمياء ديال دقيق فقد نحتاج لهذه الكيك 7 معلق كبار اللي كيكونوا عامرين ديال دقيق الفرص اللي ضروري انكم تكونوا مغربة لينو من قبل فضفت هنا يه 5 ديال المعلق وغادي نضيف صاشياء ديال الخميرة احمرا اللي هي بيكين باودر سوف اضطلها إلى المكونات حتى يدخل يدقيق Pool كاملا وسوف نضيف جوجٍ variations لبي Moro بالانسبة الاخوات constitution أسل الأمل يبعوا اللونplう من النصجل الردorial فسوف اضطلEm của jway سوف نضيف جوج خللระ masts مع بعض後، لما يصغلون سوف نحصل على الخالط الكيك الذي يأتي خفيف كثيرا كما تعرفوا الخالط الكيك فضروري تحصل عليه بهذا الشكل لكي يأتي خفيف منك مباشرة مشيت هنا يدرت المقلافة تسخن على نار التي تكون مجهدة ونقصت عليها بعدما سخنت نقصت عليها العافية احترضتها قليلة كثيرا وسوف نأخذ هنا الشيطة وضروري تستعمل المقلافة لأنها لا تنصق لكم الكيك فهي لكي تنصق لكم المقلافة فضروري تضروا ورق الزبدة في الأسفل سوف نحصل على الكيك وسوف تجعلوا العافية لكي تكون مهيلة بزاف حتى يطيب على خطره و تأخذوا غطاء ضروري تغطيوا الكيك بشي غطاء التي يمتوفر عندكم في الدار و تجعلوا العافية لكي تكون مهيلة كيفما وردكم حتى يطيب و تتحمر لكم من الجوانب و يبلكون من طعف الحجم بالنسبة للأخوات اللي يقولون لي بأنهم يريدون المرات الطيبة في الكسرونة فإذا كانت عندكم شي كسرونة اللي تكون تقيلة فإذا قدرتوا كسرونة الخفيفة فهي تحرق لكم الكيك ديالكم فضروري تضروا المقلافة أو الكسرونة عفوان و تدهنها حتى هي بشوية الزبدة و هكا كديروا فيها الكيك ديالكم حتى هو كي يجي رائع بزاف بالنسبة للأخوات اللي يريدون و كيف ما كتشوفوا معي هنا بعد ما طاب الكيك و بدك يتحمر من الجوانب فباش نقلبه بسهولة فكن أخذ هنا ورق الزبدة و نوضعه و نوضعه و نوضعه بحط طبق أو لا تبصي و سوف نقلب هذا الكيك ديالي بكل سهولة و سوف تشوفوا معي كيف يجي محمر و يضع في الحجم دياله و في نفس الوقت لا يجي خفيف بزاف سوف نضعه مباشرة كيف ما كتشوفوه فيه ورق الزبدة سوف نضعه بشي يزيد التحمر و طب الي من الجهة الاخرى و ان شاء الله نطلقه معكم كيف يجي هذا الكيك بعد ما طيب و نوريكم ان شاء الله المكونات اللي سوف نستعمل في التسين دياله فانسيت ما اذكرت لكم ضروري تغطيوه المرة الثانية من اللي تقلبوه و باشها كي يزيد كي طيب و كي تحمر لكم من الجوانب طف هنا يبعد ما طاب الكيك كيف ما كتشوفوه كي يجي اسفنجي رائع بزاف كونوا متأكدين انكم إلا جربته غادي ولي هاد الكيك معتمد عندكم خصوصا انه كي يوجد بسرعة و كي يجي لديد بزاف فكنحيد ليه ورق الزبدة و كيف ما كتشوفوه كي يجي طيب من الاسفل دياله غادي نوضعوه في الطبق ديال التقديم و غادي نوريكم ان شاء الله المكونات اللي غادي نزين بها هاد الكيك من الفوق فكي بقى لكم دائما الاختيار فبنسبالي انا غادي ندير هنا يالكاراميل فبنسبال هاد السوس ديالكاراميل فانا صوبتها في البيت فتقريبا تقامت عليها بربعة ديالدرهم و كنستعملها في تزين ديال الكيك و ديال حلويات وبنسبال الدسير حتى هو كندير فيها تسوس كامل فكتشركت معكم بطريقة دياله فان شاء الله تلقى الرابط دياله في صندوق الوصف رادي نحتاج هنا الكوك او الجاوز اللي حمرته شوية في المقلاة فتقدروا تديرو اللوز اللي كيكون مهرمش و عندي هنا واحد اليوغورت بالمضاق ديال الشوكولات فتقدروا تديرو اليوغورت بالنكهة ديال الكاراميل يبقى لكم دائما الاختياء ففي مباشرة كنزي الكيك ديالي هو مزا سخون بضانيت او لب اليوغورت ديال الشوكولات و كنصرحو و كيف ما اتكرت لكم بنسبال تزين فكيبقى لكم دائما الاختياء فدرت اليوغورت حتى في الجوانب كيف مشو و غادي نوضع الكوك او لجوز اللي هين بها الطريقة فغادي نديرو في الجوانب كاملة و نطلقى معاكم ان شاء الله بعدما غادي ندير الصص ديال الكاراميل في ورق الزبدة كيف ما كتشوفو و غادي ندير دوائر في هاد الكيك كيف ما كتلاحظو فكيف ما اتكرت لكم كيبقى لكم دائما الاختيار بالنسبال تزين انا فقط كان اعطيكم افكار و انتم ما كتديرو حسب الرغبة ديالكم و حسب اللي متوفر عندكم فتقدرو تخليو الكيك ديالكم فقط بالكاراميل بهاد الشكل اللي كيجي على شكل دائرة كيف ما كتشوفو دوائر هكا او لك تاخدوا واحد سكين و كتبقوا و كتديرو خطوط بهاد طريقة بها الشكل ديال ملفي اللي كيك دياله فالضيوف ديال الغفلة او ل الوقت اللي يكون احنا ما بسهلينش فيه او لكن خملو فكن وجدو هاد الكيك بسرعة لوجبة دياله طريقة لي هي بسيطة و طريقة لي مبساطة فكنتمنى فعلا انكم تجربوه و انا الاعجاب ديالكم فما تنسوش اخواتي انكم توصلوا هاد الفيديو الاكبر على الديال لايكات و تبرتجوه مع الاصدقاء ديالكم و تخليوا ليك يفجهكم هذا الكيك في التعليق اللي كتخليوها دائما في اسفل الفيديو كتشجعوني بها فكنتمنى لكم فرجة ممتعة و شكرا شكرا لكم بزاف على التعليق ديالكم و مرحبه بالناس الجداد اللي ينضموا القناة فبغيت نقول لكم مرحبه بكم ما تنسوش انكم تشتركوا فيها و اضغطوا على الجرس باش تصلوا ديما بالجديد و نتلقوا ان شاء الله فيديو قادم باذن الله سلام عليكم و رحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة